كنا بنسرش أنا وزمالي شفنا ناس كتيرة انسحبت من السوبر أو عندها كتيرة انسحبت من السوبر المصري بطولة غريبة أو من هي بطولة كبيرة وبطولة مهمة في العالم كل بطولة السوبر دي بطولة مهمة بس كان فيها اعتذارات وانسحابات كثيرة تعالوا أقول لكم لما فريق بينسحب من السوبر ويخش مكانه فريق بديل البديل ده بقى بيعمل ايه في مباريات السوبر تعالوا نشوف في عام 2001 غزل محل شارك في هذه البطولة بدلا من الاهل امام نادي الزمالك وخسر اتنين واحد ادي كده اول واحد دخل كبديل وخسر عام 2002 المكون العرب شارك كبديل من الاسماعيلي امام نادي الزمالك وخسر واحد سفر ادي تاني بديل خسر عام 2006 انبي شارك بديلا عن الزمالك امام النادي الاهلي وخسر واحد سفر ادي تالت بديل خسر عام 2007 الاسماعيلي شارك بدلا من الزمالك امام الاهلي وخسر برقلات الترجيح بعد التعادل واحد واحد ايه رابع بديل خسر يعني برامجز ياخدش الكلام ده او ممكن ياخده من حتة الايجابية انه يبقى اول بديل يفوز بكأس السوبر التاريخ بيقول ان البديل بيخسر في خسر السوبر لعله وعسى برامجز يكسب بيبقى اول بديل كسب البطولة يعني اقصد بس ان الارقام دي مش معناها انها بنهبط بيها برامجز لا انت ممكن من ناحة تانية تشوفها ان انا بقى اول بديل يخش هذه البطولة ومن حيث لقدري اخذ البطولة عندنا الحاجة التاريخية العالمية التي نتحدث عنها دائما منتخب الدنمارك لما شارك في 92 في اليورو كبديل فليه ما كانش موجود او ما كانش صعب من التصفيات وشارك في هذه البطولة وكسب البطولة في الاخر طبعا جيه البيترش مايكل العظيم فكل امور وردة طبعا طبعا هتفضل الافضلية للنادي الاهلي بحكم التاريخ وحكم الحالة الفنية الحالية وحكم الحالة المعنوية ولكن برامجز ايضا مش منافس سهل بالتأكيد مش منافس سهل طيب